خطر حرب يحوم حول لبنان ومنوشات ساخنة تنذر بمواجهة قد تكون قريبة تصريحات إسرائيل من جهة والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من جهة أخرى لا أعرف متى ستبدأ الحرب في الشمال ولكن أستطيع أن أقول لكم إن احتمال حدوثها في الأشهر المقبلة أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي تصريح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي هذا يؤكد أن احتمالية اندلاع حرب على جبهة لبنان قد زادت بشكل ملحوظ ولكن لا توجد توقعات دقيقة بشأن متى ستشتعل الحرب في الشمال وفيما يخص استعدادهم للحرب أكد هاليفي أن خبرة جيشه قد زادت بعد حرب غزة وأشار إلى أهمية التدريب الجدي لضمان استعداد القوات لهذه الحرب وأشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى ما وصفه بانخفاض ثقة حزب الله وحلفائه في أنفسهم بعد الضربات الأخيرة التي تلقوها في إشارة إلى عمليات استهداف قادة ميدانيين في حزب الله والتي قامت بها إسرائيل هاليفي أعلن عن رغبة الجيش في تحقيق هدف واضح في لبنان وهو عودة السكان إلى شمال إسرائيل خاصة بعد نزوح نحو 80 ألف إسرائيلي بسبب هجمات حزب الله وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل بشكل يومي هجمات متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر